اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بدوري ابطال افريقيا عملوها تاني واحرزوا الهدف التاني في الدي اربعين تمريرة حريرية من علي معلول داخل منطقة جزاء القطن يضح احمد قندوسي برأسية من الوضع طائرا بشكل رائع في المرمى محرزا هدف الاهلي الثاني احمد قندوسي صفقة رائعة من اهم صفقات النادي الاهلي لاعب ما شاء الله عليه متميز مهاري تيكتيكيا في غاية الروع نتمنى له التوفيق والاستمرار والتقلق مع النادي الاهلي النادي الاهلي حاليا متقدم بهدفين مقابل لشيء احرز الهدف الاول في اول تلاتة وخمسين ثانية محمد شريف هدف اه رائع من اه السست والا اروع من نفس الجبهة اليسرى من محمد اه طاهر طاهر محمد طاهر ومحمد شريف يحرز اه ثاني اسرع هدف للنادي الاهلي في تاريخ دور ابطال افريقيا بعد هدف محمد بركات عام 2009 بس للأسف تم تغييره اضطراريا في دقيقة 30 للاصابة في ظهره نتمنى له الشفاء